نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية في قرية جاموس شرق التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين هذا وقد تضمنت القافلة عيدات متنقلة بكافة تخصصات طبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا قافلة عالجية بتقدم خدمة الأخصائي وخدمة الموجودة كثرة على مستوى من أخصائيين والسشاريين في كل التخصصات الموجودة كمان عندنا المعمل فيه أكتر من 40 تحليل عندنا الأشعة العادية والأشعة بالصنار عندنا كمان الصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل تخصصات المتاحة وجود كل الإمكانيات دي تسهيل على الطبيب اتخاذ القرار السليم تجاه المواطن سواء كان إنه هو هينهي خدمته في قافلة ويصف الأدوية من الصيدلية اللي زي ما قلت إن هي بتصف الدواء بالمجان أو إنه هو يحاوله القارب مستشفى مركزي فيها الخدمة اللي المواطن محتاجها توجهنا إلى الوحدة الصحية فوجدنا قافلة الطبية موجودة بالعلاج وكشفنا مجانا ما زفتنا شوالي تعرف قافلة مفررنا كل شيء بالمجان والكشف سريع وكل حاجة بسرعة وتحية مصر والله القافلة الطبية شاملة جميع التخصصات وهي في قرية جمصة البلد التابعة لمحافظة الضميات من بجوار الوحدة الصحية بجمصة أيما بكل التخصصات وكل الناس بتيجي تكشف وتاخد العلاج مجاني بدون أي تعب ولا مشقة والناس بتقدم كل وأقصى مجهود والقافلة أيما بدورها بنجاح والمواطنين ما بقفوش دقيقتين كله بكشف وياخد ظروف سواني